استقبل مطار العريش الدولي اليوم طائرة مساعدات إماراتية لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة وقال مصدر مسؤول بمطار العريش أن الطائرة من دولة الإمارات تحمل عشرة أطنان من الأدوية والمسلزمات الطبية مشيرا إلى أن 27 مصابا ومرافقا و99 فلسطينيا من حامل الإقامات في دولة الإمارات عادوا على متن الطائرة في رحلة عودتها إلى الإمارات اشتركوا في القناة